بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعين ومشاهدين الأماجد السلام عليكم ورحمة الله سنتابع اليوم معنا وقوبة في إنجلترا تلاحق بن رحمة إلى فرنسا وتؤجل ظهوره مع اليوم ماتس يكرم حارسه الجزائري بعد بلوغه المباراة رقم مئا والدويري يبصم على هدف خرافي في كأس فرنسا قندوس يسجل ويقود سيراميكا لنهاء كأس مصر وبعد تألقه عمورة في التشكيل المثالية للدول البلجيكي المدرب الإيطالي فرانشيسكو جرازياني يوشيد بقدرات اسماعيل بن ناصر ووسائل الإعلام الإيطالية تصفه بسلاح ميلون فيما تبقى من مشار البطولة كما سنتطرق إلى أسباب فشل صفقة انتقال بغداد بنجاح للشباب السعودي وقد ابقوا معنا سنلتقي بعد هذا الفاصل القصير بسم الله وعلى بركة الله نبدأ والبداية ستكون من الدول الشزائري سعيد بن رحمة الذي تأجل أول ظهور له مع ناديه الجديد أولمبي كليون بسبب عقوبة تعرض لها في إنجلترا مع فريقه السابق نادي ويستهام يونيتد وقالت إدارة أولمبي كليون بأن سعيد بن رحمة لن يكون معنيا بمباراة الكأس التي ستكون هذا اليوم هذا المساء يوم الأربعاء أمام الضيف ليل بسبب العقوبة التي تعرض لها في إنجلترا في آخر لقاء له مع ويستهام أمام بريستول سيتي في كأس إنجلترا وهو الطرد الذي حرمه من التواجد في مباراة اليوم أمام ناديليل ناديليل الذي يتواجد في صفوف سنائي الجزائري آدم الناس ونبيل بن طالب وسيكونان لعبا متواجدا ضمن قائمة الفريق في مواجهة ناديليون وكما سيتواجد ريان شرقي في قائمة ناديليون نتمنى أن تكون مواجهة جميلة بين اللاعبين الجزائريين ويقدموا مستويات كبيرة وكبيرة كما فعلوا في آخر ظهور لهم نمر الآن إلى الحارس أليكساندر أوكوجا أين وصل الحارس الدولي الجزائري المعتزل دوليا أليكساندر أوكوجا المباراة رقم 100 في الدور الفرنسي بقميس فريق إيماز وشارك الحارس أوكيدجا في مباراته رقم 100 أمام ناديليون برسم الجولة 20 من الليك آد للدور الفرنسي وتلقى أوكيدجا في هذه المباراة هدفين أمام زملاء بواناني وهو الذي حفظ على شباكه نظيفة في ثلاث مناسبات هذا الموسم لحد الآن وقامت إدارة ناديليون بتكريم حارسها الجزائري بإهدائه قميس فريق وعليه الرقم 100 أما اللاعب الآخر وهو أمين قويري أمين قويري الذي بصم على هدف جميل وجميل جدا في كأس فرنسا أين فاز فريق هولان بسداسية مقابل واحد أمام نادي سوشو في منافسة كأس فرنسا وعرفت هذه المباراة تعلق كبير لقويري وهو العائد من الإصابة تسببت في غيابه عن كأس أمم أفريقيا وسجل أمين قويري في هذه المباراة ثلائية كان الهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر المواجهة بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها رائعة يعني بقضفة من خارج مناطق الجزائر في الزاوية 90 هدف جميل جدا قبل أن يعود مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 من كرة مرتدة من الحارس وضعها أمين قويري بكل ثقة في المرمم نمر الآن إلى قندوسي قندوسي أيضا يسجل ويقود سيراميكا لنهائي كأس ميسر يعني من جهته أحمد قندوسي قاد فريقه سيراميكا كريوباترا يوم أمس ثلاثا إلى نهائي كأس ميسر بعد تسجيل هدف رائع في مرمى الاتحاد السكندري يعني برأسية جميلة جدا يعني الكرة ارتضمت بالعارضة ودخلت الشباك يعني هدف جميل جدا رأسية كانت جميلة جدا من أحمد قندوسي وسجل قندوسي الهدف الوحيد في المباراة يعني في حدود الدقيقة 27 وهذا الهدف هو الثاني لقندوسي في منافسة الكأس كما رفع اللعب حصته التهديفية إلى هدفين في المنافسة وسيواجه قندوسي في النهائي فريق طلائع الجيش وبمناسبة الحديث عن الفرق المصرية والكرة المصرية سيستقبل شباب الوزداد نادي الأهل المصري يوم السبت 16 فيفري الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعاب خمسة جويليا لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا نمر الآن إلى المتألق عمورة فبعد تعلقه فيها تم اختياره في التشكيلة المثالية للدولة البلجيكي يعني تم اختيار الدولة الجزائري محمد أمين عمورة ضمن التشكيلة المثالية للجولة 24 من الدولة البلجيكي الممتاز وجاء تواجد عمورة ضمن التشكيلة الأفضل لهذا الأسبوع بعد الأداء الكبير مع ناديها ساندوغلواز وقياداته لتحقيق فوز ثمين أمام المضيف جينك بهدف مقابل سفر من تسجيل المتألق عمورة وأبان عمورة عن مستويات كبيرة بعد عودته من المشاركة السلبية للخضر في فلكان حيث سجل ثلاث أهداف من أصل ثلاث لقاءات شارك فيها وينافس مهاجم الخضر حاليا على لقب هدف الدولي البلجيكي ويتقاسم المركز الثاني مع تياغو لعب بريج بستاش هدف في حين يتصدر قائمة الهدفين حاليا التوغولي كيفين دينكي مهاجم سيركل بريج برصيد 17 هدف تياغو قلنا تياغو لعب بكل بريج وفي المركز الثاني بستاش هدف مع عمورة وكيفين دينكي لعب سيركل بريج هو في صدارة برصيد 17 هدف نمر الآن إلى نجم وسط ميدان ميلان أسماعيل بن ناصر أين أشهد المدرب الإيطالي السابق فرانشيسكو جرازياني بقدرات اسماعيل بن ناصر وقال بن ناصر استطاع صناعة الفارق في المواجهة الماضية أمام فارق فروزينوني إنه لاعب يسهل عليه عملية الاستحواذ ويتقن الربط بين الدفاع والهجوم إنه لاعب ذكي كما أشهد العديد من المحللين والإعلاميين بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر في المباراة الأخيرة ومن بينهم موقع ميلون نيوز الذي أشار في تقرير له نشره قال أن المدرب استفانو بيولي يراهن على بن ناصر بشكل كبير قبل قمة نابولي الأحد المقبل في الجولة الـ 24 من الدور الإيطالي ووصفته وسائل الإعلام الإيطالية الدولي جزائر إسماعيل بن ناصر بسلاح نادي ميلون وهو المعول عليه كثيرا في المباراة المقبلة من أجل العودة إلى التنافس على لقب الدور الإيطالي خاصة وأن الفارق ليس كبير حيث تفصل نادي ميلون ثماني نقاط فقط عن المتصدر انتر ميلون والملاحظ أن العديد من اللاعبين الجزائريين بعد عودتهم من تصفية الكارن قدموا أداءات جميلة وجميلة جدا يعني أداءات كبيرة من بن ناصر إلى والناس إلى ذروقي بن طالب عمورة شعيبي بالرغم من خسارة فارقه في المباراة الماضية فقط اللاعب الوحيد الذي يبقى على متفهم هو رامي بن سبعيني مع نادي دورتموند فنتمنى له كل النجاح يعني لاعبونا عندما عادوا من كأس أمام فريقي قدموا مستويات كبيرة وكبيرة جدا وأظن أن العمل الذي قاموا به في العمل البدني والعمل الفني والتقني الذين قاموا به مع المدرب جمال بالماضي في التربص التحذيري كان عمل جيد وجيد جدا إلا أن الحظ لم يسعفهم لسبب أو لآخر في الذهاب بعيدا إلى كأس في كأس أفريقيا للأمام فنتمنى النجاح للجميع لللاعبين الجزائرين وكذلك للمدرب السابق جمال بالماضي الذي نتمنى أن تنتهي قصته سريعا مع الاتحادية الجزائرية ومع الفريق الوطني ونشاهده في فريق آخر في العديد من الفرق تبحث على مدربين ونشاهده في فريق آخر يقدم لنا مستويات جميلة وجميلة جدا نمر الآن إلى أسباب فشل صفقة انتقال بغداد بنجاح للشباب السعودي حيث كان بنجاح على وشكل انضمام إلى نادي الشباب في فترة انتقالات الشتوية غير أن لجنة الاستقطابات برابطة الدولي السعودي حالت دون إتمام الصفقة واشترتت إدها على راتب اللاعب لمدة موسم ونصف وهذا الشرط لم يحظى بالقبول من طرف جميع الأطراف المعنية بالصفقة وكان أحد الأمراء السعوديين قررت تكفل براتب بغداد بنجاح ولكن إلى غاية نهاية الموسم وفقت يعني من جونفي إلى نهاية الموسم على ما أظن في جوان وقام فعلا بذخ المبلغ في حساب نادي الشباب إلا أن اللجنة طلبت بذخ راتب سنة ونصف وهو ما أفشل الصفقة وعاد بنجاح لتدريبات نادي أسد كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم أتمنى أن يكون قد نالي إجابكم والسلام عليكم ورحمة الله نلتقي في فيديو آخر